إطلاق المرحلة الرابعة من قواف المبادرة وصل الخير والتي تستهدف توزيع 200 ألف صندوق مواد إغدائية على عدد من محافظة الجمهورية تأتي تلك المبادرات ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفي إطار الدور التنموي الذي يقوم به التحالف الوطني وأعضاؤه لدعم الفئات المستحقة وفي ضوء تكاتف الجهود في مجال العمل المجتمعي وتوحيدها تحت مضلة واحدة وهي التحالف الوطني أعلنت توزرة الصحة والسكان إطلاق 11 تقافلة طبية مجانية اليوم وغدا ضمن مبادرة حياة كريمة وأضفت أن هذه القوافل تشمل عدة تخصصات طبية هي نساء ولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والبطن والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية والأشعة والتحليل وأضحت أن هذه القوافل تغطي محافظات القاهرة والبحيرة ومطروح وضميات والمنوفية والغربية والدقهلية وأسوان وبنسويف وسوهاج وقنع جددت المؤسسة رئيسية حياة كريمة منزل السيدة صبرين بعد أن قدر 30 عاما في منزلها المتهالك مع ابنائها بدون أي مرافق تسمح لها بحياة أدمية وقالت السيدة صبرين أنها بعد التواصل والوصول للمنسقين المدنيين بالمبادرة تم تدخل سريع من القائمين على مؤسسة حياة كريمة مشيرة إلى أن القائمين قاموا بإصلاح المنزل وتجيزه كاملا بأثاث جديد وأجهزة منزلية جديدة وأتقدمت السيدة صبرين بالشكر لمؤسسة حياة كريمة بعد أن وفرت لها بيتا كريما يليق بها شكرا